تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله في هذا الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين العدد هنا ركعتين له مفهوم كما ذكر أهل العلم من حيث الأقل وليس له مفهوم من حيث الأكثر من حيث الأكثر فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن له أن يصلي أربع يصلي ست يصلي ثمان يتنفل فلا مفهوم له من حيث الأكثر يعني ليس معنى ذلك أنه يصلي ركعتين ولا يصلي بل إن أراد أن يتنفل فليتنفل وأما أقل من ذلك فلا يكفي لا يكفي حتى لو أن الإنسان مثلا دخل المسجد بعد العشاء وأراد أن يوتر بركعة ما تكفي هذه تحية المسجد لأنه قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين وإذا دخل المسجد والصلاة قائمة ودخل في الصلاة أجزأته عن الركعتين ومثلها أيضا إذا دخل وصلى السنة الراتبة القبلية مثلا فهي كذلك تجز عن ركعتين لأن المقصود أن لا يحصل جلوس إلا بعد صلاة فإن صلى فريضة أو صلى راتبة من السنن الرواتب أجزأته عن هذه التحية للمسجد الواردة في هذا الحديث ترجمة نانسي قنقر